استقبل معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم بصالة استثمر في عمان معالي شريف علي شريف وزير الدولة بمكتب الرئيسي للعمل والشهون الاقتصادية والاستثمار في تنزانيا ومعالي عمر سعيد شعبان وزير التجارة والتنمية الصناعية في زنجبار والوفد المرافق لهما لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية واستعرض الجانبان مؤشرات نمو التجارة البينية وسبل تعزيزها وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات التي شهدت نقلة نوعية تتجلى في زيادة عدد الشركات التنزانية المسجلة في سلطنة عمان بنسبة 23% وارتفاع الاستثمار بنسبة 13.5% خلال العامين الماضيين وتم خلال اللقاء التعريف برؤية عمان 2040 وأهم القطاعات الاقتصادية المستهدفة لتعزيز الاستثمار والقطاعات المستهدفة في هذه الزيارة كما تم التعريف بالموشرات الاقتصادية الإيجابية لسلطنة عمان